بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة لكم أينما كنتم مبروك لجمهور النادي الأهل العظيم ولإدارته والجهاز الفني واللاعبين على هذا الفوز المهم على المقاولون العرب في الدوري وإن شاء الله تستمر هذه الأفراح ونبارك لكم في الحلقة القادمة بالفوز على أهم مباراة في هذا الموسم وهي مباراة صندوز بإذن الله تعالى طبعا هو فوز أتى بشق الأنفس ولكن فوز مهم بتوقيت أهم لأن الأهلي كان يحتاج إلى هذا الفوز لكي يذهب إلى مباراة صندوز وتركيزه بأوج مستوى وهذه هي قيمة هذه المباراة اللي يحسمها النادي الأهلي اليوم بهدفين ليعلي معلول لي أصبح ثالث أفضل لاعب أجنبي هداف للنادي الأهلي بعد طبعا فليكس بـ 47 هدف اللي يسجلها وفلافيو اللي يسجل 35 هدف واليوم علي معلول يصبح هو الأفضل مع طبعا جاية بـ 30 هدف واليوم النادي الأهلي طبعا حتى يمكن نثر البرنامج بالإحصاءات والأقام حقق الفوز رقم 1100 في الدور وهذا رقم كبير جدا لم يصل إليه أي فريق في مصر وربما حتى في بعض الدول العربية سواء المجاورة أو سواء في القارة الآسيوية النادي الأهلي بهذا الفوز وسع الفارق بينه بين أقرب منافسيه اللي هو بيراميدز بخمس نقاط وهناك مباراتين مؤجلتين للنادي إذا فاز فيها النادي الأهلي يصبح الفارق 11 نقطة وبالتالي يصبح موضوع الدوري ربما فيه رفاهية كثيرة إلى النادي لإذن هذا الفوز هو من أعطى هذه القيمة الكبيرة للنادي الأهلي في توسيع الفارق وفي الذهاب إلى مباراة صندون وهو في أعلى تركيزه ليش قلت لكم قلت لكم أن هذا الفوز صحيح إجاب شق الأنفس لكن فوز جدا جدا مهم طبعا حظوظ النادي الأهلي بعد فوز الهلال على القطن اليوم شوية الموضوع شوية صارت فيه يعني تعقد لكن الكرة لازالت فيه أقدام أو بين أقدام لاعبي النادي الأهلي إذا استطاع الفوز في كل مباراة طبعا رح يتأهل في حالة تعادلة مع صندون وهذا اللي أنا أرد أقوله أنك ذاهب يا نادين الأهلي إلى صندون لتلعب مباراة حاسمة ومباراة كؤوس ونهائي يعني هذه المباراة جدا مهمة يجب أن لا تخسر فيها النقطة هذه النقطة اللي راح تحصل عليها إذا ما قدرت تفوس طبعا إذا حصلت على النقطة هذه النقطة إن شاء الله راح تأهلك إلى الدور الثاني إذا فزت طبعا على القطل والهلاسة يعني تكون الكرة بين أقدام لاعبي النادي الأهلي أما في حالة خسارة النادي الأهلي لا سمح الله في هذه المباراة المهمة سيتعقد الموقف وسيتأزم بشكل كبير خاصة مثل ما ذكرت لكم بعد فوز الهلال على القطل الكاميرون السيء اللي هذا الفريق يمكن توقعنا منه أن يكون ندل لبعض الفرق المجموعة لكنه فريق هزيل على ما يبدو يعني لا نتعمل عليه أي شيء هذه النقطة المهمة اللي إن شاء الله في حالة عدم قدرة النادي الأهلي على الفوز في المباراة أن يحصل على هذه النقطة الثمينة هي اللي راح تجعل له قدم في الدور الثاني لكن في حالة خسارة النادي الأهلي على النادي الأهلي أن يفوز في مباراة الهلال ومباراة القطن وينتظر خسارة أو تعثر الهلال أمام صندالز يعني تكون الكرة ليس بأقدام لعبي وهذه مشكلة كبيرة لأن النادي الهلال على ما يبدو جاهز جدا لهذه البطولة وهو على ما يبدو أيضا شفتان الفريق جاهز بشكل كبير لديه لاعبين أجانب أيضا متميزين يلعب بروح وقدرات شرسة غير طبيعية فلهذا السبب على النادي الأهلي أن يحذر تماما من هذه المباراة مع صندالز وأن يكون كولر بأفكار الفنية جاهز ويضع أكثر من سيناريو للمباراة أهم شيء أن لا تخسر هذه المباراة خسارتك لهذه المباراة يا مستر كولر والنادي الأهلي ستضع قدما خارج هذه البطولة وهذا ما لا يتحمل لا جمهور النادي الأهلي ولا إدارة النادي الأهلي ولا أي أحد تابع لهذا الكيان العظيم الكبير إذن هذه المباراة مع صندالز لا تتحمل أي مجازفة وأي مباغة إنما يجب أن تكون العملية مدروسة وفيها واقعية ومنطقية وأيضا يجب أن يكون الجميع في أوج تركيزه وأوج مستوى حتى يكون جاهز لهذه المباراة أنا يوم شفت الفريق الفريق فاز صحيح لم يقنع لكن هذا طبيعي لأنه تفكيرهم على ما يبدو في مباراة صندالز راحت بعض اللاعبين شي جيد حتى يكون في كامل جهوزيتهم ديانغ أيضا قندوس اللي يعني أنا أشوفه لاعب ممتاز إذا أعطي فرصة كاملة حتى مروان عطيه لاعب جيد إذا يمكن أشرك في الشوط الثاني أو لعب أساسي هذا يتبقى الخيارات للمدرب كولر النواحي الهجومية طبعا النادي الأهلي إلى الآن وهذا الكلام يجب أن يتقبل الجميع إلى الآن لم تفلح لجنة التعاقدات في أن تأتي بمهاجم قوي يصلح وبمستوى النادي الأهلي يصلح أن يكون لاعب أساسي في النادي الأهلي ومؤثر هذه يجب أن يتقبلها جميع ويجب أن يكون النقد بناء وأن هذا النقد يجب أن تسعى الصدور وأن لا يؤخذ إلى أمور ثانية لأننا كنا هدفنا هو الارتقاء بالنادي الأهلي من خلال الإعلام من خلال المواقع التي نمارس فيها عمل أنا من وجهة نظري إذا استمر الوضع بهذا الشكل أن تأتي بالمهاجم وتتعاقد معه ثم تعيره في الموسم القادم إلى أحد أندية مصر أو أحد الأندية المنافسة هذا عمل أنا بين قوسي نسميه عمل عبثي وفوضوي ولا يصلح لأن يكون في النادي الأهلي أنت جئت مثلا أنا أعطيكم مثال جئت بحسام حسد ثم عرت لهذا الموسم والكثير من اللاعب أنا أنا ماردة يعني أطيل عليكم ويمكن وقت البرنامج يروح بهذه الأمور اللي الكل يعرفها اليوم أيضا شاد حسين نفس الحالة جاء تتكرر شاد حسين لم يعطى الفرصة المناسبة اللاعب ميسي الذي يلقب بميسي والذي يثيره ضجة حوله وين الآن غير موجود إذن في الموضوع في النادي الأهلي لا يتقبل هذه الترقيعات هذا عمل أنا من وجهة نظري عمل غير مقبول في النادي الأهلي اللجنة التعاقدات في النادي الأهلي أو اللجنة الفنية المسؤولة عن التعاقدات يجب أن تكون لديها رؤية ثاقبة في هذا الموضوع هناك إذا ما كنتوا تردون وهذه نصيحة لكم إذا ما كنتوا تردون يجبون لاعب من خارج مصور هناك لاعب على أعلى مستوى اليوم في الدوري المصري لاعب أجنبي راق جدا أنا تابحته أنا متابع جيد للدوري المصري ما بولوا له هذا لاعب الاتحاد الإسكندري لاعب الاتحاد السكندري هذا اللاعب اللي يسجل تسعة هداف وساهم طبعا هو في عشر هداف صنع هدف في الدوري وتسجل تسعة هداف وضربه جزاء واحدة من خمسة وعشرين هدف سجلها للتحاد السكندري والذي يقبع اليوم في المركز الرابع هذا اللاعب الأنقولي صح عمره كبير ثلاثين سنة ولكن هذا حل جيد للناد الأهلي في الفترة القادمة إذا استطاع الناد الأهلي أن يأتي بهذا اللاعب وكان من المفروض أن يأتي به قبل في فترة الانتقالات شتوية وإلا يعني يطيل الموضوع في هذا الملف الشائك هذا الملف شائك جدا ملف المهاجم اليوم الناد الأهلي يحتاج إلى مهاجم فعال وأنا من وجهة نظر أن هذا هو الأفضل مهاجم اليوم في الدوري المصري سواء من المحليين أو سواء من الأجانب